أخدها وراح فين ابن المجنونة دا هوي ما أعرفش دي تبقى أمرات مين دا جوزة ممكن يقفلنا قوتيل دا عضو الكونجس الأمريكي أمرات؟ أمرات إسرائيلية يا محسن باشر كمان، الله يخرب بيتك يا إبراهيم يعني ما لقيتوش اللادات نزلوها المايا معاك؟ ما هو ما فيش غيره في القوتيل اللي بيتكلم عبر كويس وغير كده هي اللي شبطت فيه اشتركوا في القوتيل أهو، وصل بسلامتك بس، مش دي السادي اللي نزلت معايا محسن باشر التانية كانت لابسة ميو أصفر اشتركوا في القوتيل اشتركوا في القوتيل انت كنت فيني يا حيوان كل دا؟ يعني هكون فيني يا رايس، تحت الميا تحت الميا خمس ساعات يا إبراهيم دي؟ دي بنت حلال مصافي دك كتب له عمر جديد والمصر أصلاف هيصت مني تحت الميا وعادت عمل لها تنفس الصناعة الروح ردد فيها في آخر ثانية كنت بتعملوا إيدا كله يا إبراهيم كنت بوريها الشعب يا رايس أصل المادام غاوي أراميد كل ما تشوف أرمود بيلعب تحت الميا تتهابل الزار ما عندهمش أراميد في بلدهم يا باشا البحر الأحمر ما فيهوش أراميد يا إبراهيم يا راج أمر اللي إحنا شوفنا دا إيه؟ الست اللي كتلاس دا معاك تلابسة ميو أصفر ويانال دا الميا الميو اللي كتلابسة راح فين يا إبراهيم يا مهر إسود ومنيل يا رايس إيه التهمة الحقيرة دي؟ أنا أسرق ميو على آخر الزمن؟ أنا مدي إيدي على حاجة مش بتاعتي؟ ليه؟ انت فهمني كويس يا صايا عندك الست دي غيرت الميو فين وإزاي وليه وإمتا؟ يا باشا ما الست طالع قدامك هي لبسة الميو أخر احترام وجوزها استلامها انت مزعل نفسك ليه؟ مكبرش الموضوع الميو كان لون أصفر يا إبراهيم كان أزرق يا باشا لا أصفر لا كان أزرق أصفر يا إبراهيم الله يخرب بيت دا ميو ما يمكن لونه تغير تحت المية أصلي في ميو هاد كده لونها بتتغير تحت المية يا إبراهيم يا إبراهيم ما تصحش علينا إبراهيم الست قد تلابسة ميو كتعة واحدة لك كتعتين مش أحسن بنزل لكم كتعتين واطلع بكتعة يا إبراهيم دا مجوزها عضو الكونجرس الأمريكي يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغلي كده يعني انت حتغيرها على مرات عضو الكونجرس أكتر من عضو الكونجرس نفسه طب بص الراجل حض المراته إزاي الراجل واثق في نفسه واثق في مراته ودي الحاجة اللي مش موجودة ما بيننا إباشا السكة بس يا ها ها جارب جارب نمسك بينك؟ تعبلي يا إبراهيم هاتي خوتي يا فوت موسيقى الولاية نزلة معاك بميوها أسفر تطلعها بميوها أزرق يعني تيجي إزاي لا ديني للصوت يا عم كان أزرق إزاك يا عضي يا إبراهيم ناجي باشا أطلع إزاك يا باشا وحشني إيه هتحدوني وأنت مبلون من فرحاتي دا أنا مش مصدق عنها يلا غير ردومك وتعلي أنا مستنيك في اللومة خمامة فين أيامك يا باشا لما سيتك ما قلت ليش احنا هنبدأ إنت يا باشا نبدأ إيه؟ نبدأ التمرين كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب نعرفها وفي حد غير يا باشا أيها الباشا الكبير وعم الشباب كلها والله أنت منور شرم حسام المصري إبراهيم إيه يا رجل والنبي النطة اللي أنت نطيتها في الأولمبياد دي دا أنت كان شكلك عبيت قوي بعد إزاك يا باشا أنا ماشي استنى أعزائه يا باشا أنا مقعدش مع الأشكال دي في مكان واحد الواد دا لسانو طويل وعليها النعمة هضربه وأنا لحد دلوقت تعمل اعتبر له جود سيادتك شوف يا باشا احنا منتشطرش غير على بعض انت كنت تشطر على الواد الأمريكاني اللي خاد منك المدالية هتغاب عليك يا لأ إيه دا أنت هتضربني ولا إيه إخرس يا كلب التوهوه هتضربه بعض قدامي هذا أبراهيم خدامك يا باشا هذا حسام هذا هقعد فيك واحد واحد إحنا في فصلة هنا ولا إيه بداية من يالة بنيلة زي والشوكو هنلحق علي لفكرت اعتمد على العيل هبلي زيوب اعتمد يا باشا علي وانت مغمض أنا سداد الشغلانة اللي أنا عايزكو فيها دي عايز رجالة طالما الشغلانة عايزة رجالة يا باشا هي ما هيعمل معنا إيه شوف يا باشا شوف هو اللي بيجور الشكل إزاي وانا قاعد ساكت لا أنا راجل قوي يا بتاع الأولمبياد واسأل شرم كلها على إبراهيم العزقلاني دا بيجو بتطلب ولو عاش تشوف الرجولة أوريها لك توريني يا دي أهبل انت ناس اخر مررناك عالق تموت انت عشان ختيني على أخوانا بس لو راجل راجل وش الوش والمصحف اللي علم عليه اخرس يا كلب انت هو محدش يتكلم فيكم أنا بس اللي أتكلم هنا أهل رو بش أهل رو بش أهل رو بشكل إزاي اهل رو بشكل إزاي اهل رو بشكل إزاي يا موغز يا باشا بطعنا كلام سابتك إيه بقى يا باشا الشغلانة اللي حضرتك عوزنا فيها بالزبط أول حاجة لازل تعرفوها الشغلانة دي ممنوعة فيها لأسئلة تماما مفهوم؟ مفهوم يا باشا بس إيه بقى هي الشغلانة نفسها اللي ممنوعة فيها لأسئلة هتفضل طول عمرك غبي يعني يا باشا بيقولك ممنوعة لأسئلة برضو بتسأله مش هتقدم استقلتك من الوتيل قبل ما نمشي؟ هتقدم استقلتي؟ ما هتقدمت وتقابلت يا باشا أظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكه بيه قوي وأنا فراقي يعني عشان نبدأ الشغل على طول إحنا ناخدها أسح كده لغاية برة حالة وإيه اللي حنلاقي أمن الوتيل كله فوق دماغنا؟ ماشي يا باشا؟ يلا بكباتي نوريني جمال نططك إحنا في الباركين يا باشا قاعد يلزك يا باشا يا أستاذ يا أستاذ هم راحوا فين؟ نعم هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ فيه تلاتة نايمين هنا ما حدش يصحيهم لأ أنا بتكلم على الاتنين التانين إبراهيم والود اللي كان معاه حسام؟ أيوة حسام وإبراهيم راحوا فين؟ في الزمالة عاملين شغل إزال فل